جو الشائعات اللي بطبيعة الحال دلوقتي في موسم وإحنا مش فيه عندنا زيارات متبادلة وعندنا أمير قطر يزور القاهرة فخامة الرئيس السيسي يزور الدوحة وما إلى ذلك طيب هو الإخوان هشوفوا ده ويسكتوا يعني يعني هيبقى فيه عندنا مشتركات وقضايا نعمل على حلها معا ويبقى فيه عندنا استثمارات واقتصاد وقضايا سياسية وإقليمية وبنتفق على أمور علشان بعد كده رايحين القمة العربية في الجزائر عايز الإخوان تسكت ليه لازم يروح على طول يقعد يفرقع لك بلالين في الهوى فييجي يقولك على سبيل مثال بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بدأت تتكلم على محبس الغاز قالك يا جماعة لازم المواطنين قالك بقى كده يعني أن الدولة هتقول للمواطنين تقفلوا محبس الغاز بتاعتك لحسن فيه مشكلة كبيرة في العددات إلى أن يتم إصلاحها إيه هي المشكلة الكبيرة اللي في عددات الغاز ومحبس الغاز ولا في أي حاجة فهتلاقي أنه على طول يتم التأكيد على أنه ما فيش أي مشكلة على الإطلاق في عددات الغاز اللي موجودة في مصرها في مصر بالكامل ما فيش أي مشكلة فيه محبس الغاز ما فيش أي مشكلة فيه أنابيب اللي بتوصل الغاز أو المواسيل بتوصل الغاز للبيوت في المنازل خالص لا في العددات العادية ولا في العددات مسبقة الدفع ولا أي حاجة وهنا بيوضح المركز الإعلامي المجلس الوزراء أن وزارة البترول وبالتواصل معاها نفت كل هذه الأنباء بالكلية وبتشدد على جودة وكفاءة كل عددات الغاز الطبيعي سواء إذا كان التقليدي أو الجديد أبو كارت مسبق الدفع بريبيد أبو كارت سموئي تاني مسبق الدفع وبريبيد وأبو كارت أظن سهلة كده ما فيش حاجة من الآخر هيوجعو لك دماغك وهيرزوك وهيجيبو لك صداعة الشطارة إنك ما تنقلش عمياني بطل تشير عمياني ماشي؟